أهلاً فيكم حبابي برج القوس رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الكرة أمدت بائماً رح تكون من برج الشمسي والقمر والطالة وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس ممكن تحسي أن بعض الإشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو من طبقة على طاقتك ممكن دائماً طبعاً خود المفيد من القراءة خد فقط الإشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة وترك الإشي اللي تحسوا ما بيمتبق عليك لأن القراءة عامة يعني مش رح تنتبق على الجميع فاخد منها فقط اللي بيفيدك عندما نبلش بالقراءة رح ناخد كوب توضيحية وبعدين رح نشوف شو طاقتك طاقت الحبيب الحالية وشو خطواته ونواياه وشو مصير العلاقة بينكم آه بالمستقبل شان تفهم الوضع أحسن وشو خطواته ونواياه وشو خطواته ونواياه اشتركوا في القناة 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 اللي انت عم تتعامل معه. بنا نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك. الحبيب اللي هم تتعامل معه free spirited. او ما بيحب حدا يتحكم فيه. ما بيحب حدا يسلطر عليه. دائما او انت بتحس انه هو بيتغير بسرعة. او دائما بيتحرك بسرعة. الامور ما عم مش واضحة تماما. انت بتحس الامور اللي تقلل معها الشخص. ما بتتحرك بالنتيجة اللي انت بدك ياها. لان مرة بتكون الامور بينكم ايجابية والميحة. ومريات بتكون سلبية او بتكون الطاقة بينكم متوقفة. بتفاهم بينكم او صعب. عمشوف هو الحبيب في عقله الباطني. السبب اللي ممكن او ما خلى الامور تنجح بينكم. انه هالشخص عمشوفه او او كتير بيطلب بالعائلة. فهو عم يفكر هو بنترح بحياته عم يفكر بتكون الاسرة. لانه عنده التين او كابس هالشخص بده يكون الاسرة. ايضا عمشوفه او بالعقل الباطني عنده يعني او شخص او او هاطفيا ناضج هالشخص. فمشوف ايضا هو لا بيحب ان الامور بينكم ايضا مش واضحة. مش فقط انت اللي بتحب ان الامور بينكم. مش واضحة. لانه بيشوف هالشخص انه انتى شوي متلاعب هونون. سبن او صوات. الشخص بيشوفك يعطيل الباطل ان يشوفك اه ambiente تخفي عليه او ما بتحكي لايو الصدق. في اشيه هو بيشوف بحياتك او فيك انت غير واضحة. وهالاشي ممكن يكون نخوفه من انه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس برغم انه مشاعرك كتير صادقة تجاه الشخص الى انه انت كمان ما بتحب حدا يردك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين. وانا عم شوف الهدف النهائي لهالشخص او نقول تبعه انه هو بده يكون اسره. وغالبيا بده منك التزام بنغم انه البعض منكم برج القوس فالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني التباط رسمي. لما ممكن نكون خطيبة او ممكن نكون زواج. فممكن نكون اه العلاقة شو منخبطها بينكم لانه هو بده يعتبط اسرع منك. او في وقت اسرع منك. لما نشوف شو ممكن تكون صوب المشاكل بينكم او واحد من اسواب المشاكل بينكم. كيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلو. عندك هون انتو وهو مطاقتكم مشتركة عم تحسوا انه انتو محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو مردكم ياه. في شخص كتير عفاول لكم. وبيحب يخلي الامور تيجي اه بسهولة. او يعني متل متل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الامور تكون اه كتير مدروسة او بيحب يمشي على نمط معين. فانت رح يعني انت باختلاف الوضع من شخص الاخر بس انت رح تشوف انه هو الشخص انه هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزال جدي حاليا. يعني شوف انه هو مش مستعد الى التزال جدي. وفي طرف بده التزال جدي بده نمط معين يمشي عليه. ايضا بده يحس انه في نهاية العلاقة رح توصل لالها. لانه يعني في تكملة لاشي معينة وهو بده يشوف انه العلاقة تكون لها نهاية. ايضا في طرف منكم مع انه حالا يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية. ولكن الطرف الاخر رافض فكرة الحب او رافض اتقبل منه عارض او رافض التواصل نعم. عمشوف البداية بينكم اللي كنتوا بتريدوها ما نجحت. فيه صار. كنتوا رح تبدو ببداية البعض منكم كنتوا رح تبدو في بداية جديدة. او حصل فيه بينكم فترة اه خاصنتوا فيها مثلا كنتوا بتكم تبدو بداية جديدة ولكن فشلك. لانه عمشوف انه فيه طرف تركي العلاقة او ماشا فيه طريق لوحده من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالدعاطفة. ولانه اجت بتعقدكم هاي فصار فيه عندكم خلل بانه تبدو العلاقة مية اخرى. لانه فيه طرف اه رافض فكرة الحب لانه عمشوف انه اه اه طريق ما فيه الى نهاية او ما فيه خط واحد او ما فيه ارتباط من نوع اه زواج او خطوبة او ارتباط رسمي. لانه عمشوف فيه طرف بده ارتباط وفيه طرف بده شويه ياخد الامور اه ببساطة او بده يتمهل اكتر باخد الامور. طيب اما نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر اه فيه عندك ما تنجو فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين اه بحياتك انت عم تشوف ان قبضت لي فيدك. فيه ايضا عندك ثري اوف سود والمانجيشن والا فطاقتك من المستقبل طاقة كتير اه عمشوف افضل. لانه انت عمشوفك ايضا ايه ازا انت زعلان من هالشخص او ازا انت الجروح من هالشخص عمشوف انه انت مستعد انه تترك اللي يصار بالماضي وتخليه يعني بالماضي. انك تتركه بالماضي. لانه عندك ثري اوف سود. ثري اوف سود انت بترمز الى انه انت يعني كنت كان فيه جرح عاطفي من هالشخص الجرحت من هالشخص. الشخص هتزع عليك. ولكن عمشوف انه انت مستعد تترك بعض الامور او بعض المنازعات الدجدالات اللي صارت بينك وبين هالشخص تتركها بالماضي. عمشوفك ايضا ايضا اتحاول اتوفق بين اه شيئين بحواتك. عمتحاول اتوفق بين ممكن شخصين. ممكن عم اتحاول اتوفق بين العاطفة والعمل. لانه ممكن اذا برج القوس مش انت يدك الارتباط. ممكن انت يدك الارتباط لانك ممكن يركز على الوضع المادي كتير. او عم تفكر حاليا بكيف تكون نفسك من راحية المادية اول. اه بالذات الى مثلا رجل اه برج القوس رجل عم يتابه ممكن يكون غير مستعد إلى الاعتباس وبعاكس الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا بدي أحكي بالأبراج اللي ممكن أن تتعامل معها ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج مائية أبراج ترابية أبراج هواية بس بالأغلب في عندي أوراق مائية فممكن ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس أو فيه كتير مي بالخارطة الفلكية تبعته أوضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل أو خطواته المستقبلية هالشخص عم يبحث عن رفيد بالدرب أو عم يبحث عن شريك يخور معه رحلته في الحياة عم شوفه مقدن أو بده بداية عاطفية جديدة معك عنده عنده ace of cups فهالشخص عم queen of cups أيضاً هالشخص عم يتمح إلى بداية جديدة معك أيضاً عم يشوفها الشخص ويرباً بأوقعيني بمعنى إنه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيراً ما إنه البعض منكم ممكن تفكر إنه هو ممكن تفكر إنه هو متطلباته كتيراً أو عم يتقلب منك إشي كتيراً ولكن هو عم شوف إنه الإشي اللي كتير نركز عليه هو فقط شخص أو رفيق داري بيكون مغلو لأنه أغلب تفكيره تفكير عاطفي فنعم نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة ممكن يكون أيضاً شخص روحاني اللي هم تتعامل مو هم نشوفه أكتر إشي يرتز عليه ومهتم فيه إنه هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التوزانك مع هالشخص مشاعرك تجاه هالشخص وحقيقة مشاعرك تجاه هالشخص أيضاً عم نشوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة أنا عم نشوف إنه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي أو أنت حسيته إنه كان كتير جدي إنه إذا نامشيته الأمور مثل هو بريد بفلك الشرابة أو بترك العلاقة عم نشوف إنه بالمستقبل رح يحاول ينبر إلى الأمور بطريقة شوي مش إيجابية شوي فلكسبل أكتر أو مرينة أكتر من ناحية نبرطول وعلاقة بينكم ومشوف أيضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر لأنه في عنده هالشخص عم يستنى رسالة منك عم يستنى خبر منك أو عم يستنى بداية جديدة معك هالشخص 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 تتواصلوا نهائيا للبعض منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائيا والشخص بدو يارف فقط أنت شو هي أخبارك يعني شو التطورات اللي صارت لك شو الجديد في حياتك يعني بدو مثلي تطمن على رضعك كيف هو الميح أو أو لا أشي مثلي هيك طب بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل شو نمكن رسول هالشخص هالشخص فالواضع بينكم بيتطلب المرونة وأيضا بيتطلب أنه تتقبل الشخص تتقبلوا بعد مثل ما أنتم عم شوف أنه بدكن تكونوا أكتر بالمستقبل مليون مع بعض هذا المسبة لكرة النصيحة أما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم عاطفين رح يكون كتير إيجابي في الداية جديدة من النحية العاطفية رح تصير بينكم رح يصير في بينكم connection كتير عاني أيضا أغلب الكروت المائية اللي إجيت لك هون من الرقم الكبير أو king of cups يعني ف king of cups أفضل من أفضل كروت الحب لأنه المشاعر بتكون مشاعر عميقة الارتباط وسيكون يكون على النظر البعيد أيضا فيه رح يكون كتير من التعاطف لما أن الأوراق كتير مائية إجت فرح يكون فيه كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى إذا صار فيه أولاد أو إذا صار فيه بينكم الجدالات أو مشاكل عميشوف إن فيه مجال لمناقشة الأمور بينكم ويحل الأمور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة إنه تشرح الوضع بينكم فيه رح يصير بينكم عادل بالأخ دول عطا أنا أنا عندك سيكس أو بنتيكل هون فأنت وهو رح توصل لمرحلة إنه تفهم أو تفهم أو لتمان إنه يعني بدك تعطي على أد ما بتأخذ أو إشي مثلي هيك بالذات من ناحية العاطفية أيضا أمشوف إنه إذا صار فيه بينكم جذال بالمستقبل أو مشكلة بالمستقبل أو العدم تفهم بالمستقبل الطريقة اللي رح تحلو فيها الوضع أو رح تحلو فيها النقاش رح تكون طريقة ميتشور أو طريقة ناضجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص أو رح تحكم على التواصل مباشرة لا رح تتناقش مع بعض في الموضوع حتى توصلوا إلى ناتج يفيد أو تستفيدوا فيه بكم بس من الناحية العاطفية عندكم أربعة كروت مائية إجابت لك والكروت التوضيحية فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير إنجابي أيضا أمشوف من الناحية المادية أو من الناحية التوفيق بين العمل والعاطفة عمشوف أنت رحتت وإهتمام أكتر إلى علاقة بينكم إلا أنه عمتفكروا فيها في المدى البعيد أو بدك أنت هو توصل العلاقة هاي إلى المدى البعيد أو إلى إنشاء أسرع وإنشاء ارتباط جدي بينكم حوالي بورش القوس أتمنى قراءتكم فعدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تسلسوا تحط لي لايك بكومنت شير وسبسكايب وتفعيل جرس الإنبال حتى يوصل لك كل جديد إن شاء الله رح يومكم في الفيديو اشتركوا في القناة